إلى بيروت مراسلتنا هناك كلودي أبي حنى. كلودي أصداء ما ذكره الرئيس اللبناني فيما يتعلق بأسباب الانفجار والتحقيقات. وأيضا رفض لتدويل الأزمة اللبنانية. الرئيس اللبناني طرح عدة احتمالات تتكرر هنا. ولكن الاحتمال الأبرز هو قال أن هذا الانفجار قد يكون نجم عن إهمال أو عن قضاء وقدر. هل يعقل أن ينتج هكذا تفجير عن قضاء وقدر؟ نرى منصات التواصل الاجتماعي تنتقد بقوة إمكان طرح رئيس الجمهورية هذا الاحتمال. أما إذا ما كان هناك إهمال فهذا يستدعي المحاسبة. تحدث عن هذه المحاسبة رئيس الجمهورية. وأشار أيضا إلى إمكان أن يكون قد حصل اعتداء خارجي. لأن كثيرين من الذين كانوا موجودين في الخارج في الهواء الطلق لحظة حصول الانفجار. سمعوا صوت طيران. هل هو بالفعل صوت طيران حربي؟ أم أنه عصف الانفجار؟ هذا الأمر بالطبع سوف يحدده تحقيق مستقل وشفاف. كما قال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بالأمس. في أي حال المدة التي وضعتها الحكومة اللبنانية لنفسها للخروج. بنتائج هذا التحقيق الأولي هي خمسة أيام. سوف تنتهي مع انتهاء عطلة الأسبوع في لبنان. ليقف اللبنانيون على المعلومات التي ستقدمها لهم الجهات الرسمية اللبنانية. هذا التحقيق مهم جدا. الرئيس عون تحدث عن رفضه تدويل الأزمة. هل هو يقصد أنه يرفض تحقيقا دوليا كما تطالب المعارضة؟ هذا الأمر سوف يتوضح أكثر. ولكن من الواضح أنه يتمسك بإنجاز تحقيق لبناني داخلي. في أي حال مسار التحقيق يتزامن مع استكمال وصول المساعدات الخارجية للبنان. هناك مساعدات من المغرب، من الجزائر، من ألمانيا، من البحرين من مختلف دول العالم. تصلوا اتباعا إلى لبنان لمساعدته على هذه الكبوة التاريخية التي يمر بها. ترجمة نانسي قنقر